اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان هكون معاكم النهاردة ايمان عزيزة والنهاردة اول حلقة في 2020 كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة موضوعنا يمكن حساس شوية شائك شويتين بس خلوني قبل ما ابتدي معاكم في موضوع حلقتنا النهاردة خلوني احكي لكم حكاية كده بسيطة كان دكتور نفسي بيحكيها الدكتور النفسي بيحكي انه كان في العيادة ودخلت عليه بنوتة في منتهى الجمال والرئة دخلت عليه بنوتة وبتقوله ان انا متحولة جنسيا ايوة اهم حضراتكم سمعتوا كده بالضبط كانت ذكر يعني كانت ولم طول عمرها في مرحلة اتباقي ومرحلة سنوي ومرحلة اعدادي ولما كمان دخلت الجمعة او لما كان وقتها هو دخل الجمعة كان عنده مشكلة قوية جدا انه هو مش قادر انه هو يتعايش كونه انه هو ذكر حتى كان بنيانه الجسدي او حالته العضلية او شكله العضلي كان كله عبارة عن بيشير انه هو بنت كمان كان بيحصل له نوع من انواع المضايقات طبعا من اصحابه الوراد لانه هو مش قادر انه هو يتماشى معاهم او يتعايش معاهم على انه هو ولد برضو كمان تصرفاته الانسوية كانت بتخليه انه هو يميل اكتر انه هو صاحب البنات وكان ده برضو من ضمن المضايقات انه هو برضو ما كانش البنات كانت بتبقى متقبلة بالصورة اللي هو كان متخيلها وكان بيفكر بيها بنفسه بعد ما وصل لمرحلة الجامعة خلاص قال انا خلصت الجامعة وابتدى فعلا يفكر من جواه انه هو يقول انا مش ولد انا بنت ابتدى يسافر برا وعمل العملية وفعلا تحول جنسيا من ذكر لانسا شعور جامد جدا وشعور بالفرحة العالمة بعد ما تحول من ذكر الى انسا وابتدى يقول انا خلاص هبتدي اعيش حياتي بصورة سوية بعد شوية ابتدى طبعا يوصل بي الحال من المضايقات ومن الحاجات اللي كان بيتعرض لها سواء كان من المجتمع او سواء كان حتى من اهل ومن اقرب الناس لي بعد ما تحول الى انسا انه هو يقول انا لا فيه حاجة فيه مشكلة ابتدى يروح طبعا للدكتور النفسي ولما دخل عند الدكتور النفسي عرض مشكلته عليه وابتدى العلاج مع الدكتور النفسي لفترة بممكن انتدت انها تكون لسنة وبعد كده اختفى بعد ما اختفى خلاص ما عادش حد عارف عنه حاجة الله اعلم طبعا بحاله راح او راحت او يعني ايه اللي حصله بعد كده للأسف الدكتور النفسي مقدرش ان هو يتطبع خطواته فيما بعد بما ان برنامجنا عبارة عن شرح للتابوهات والامور المسكوطة عنها والحاجات اللي احنا متكسف عنها فحلقتنا النهاردة هتكون عن التحول الجنسي تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية اشتركوا في القناة ورجع نلكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وموضوع حلقتنا النهاردة عن الاتراب الهوية الجنسية بما اننا في مجتمع شرقي والمجتمع الشرقي عندنا قيود صارمة في موضوع اتراب الهوية الجنسية ويمكن كمان المتحول جنسيا بما انه خلاص قرر انه هو ياخد الاتجاه ده فبيتعرض لصورة بشعة جدا من المجتمع ويمكن من اسرته حتى كمان ساعات بتخبية ساعات بتقول لا انا ده ما حصلش لابني او لبنتي ازاي المجتمع بيشوف او نظرة المجتمع للمتحول جنسيا او هو كمان نفسيته بتبقى عاملة ازاي ازاي فكر وازاي قرر وازاي خد الخطوة انه هو يعمل حاجة زي كده ده اللي احنا هنقشه النهاردة باستفادة مع دكتور احمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو اهلا بحضراتك افنا اهلا بيك دكتور ازايك اهلا بيك حضراتك النهاردة طبعا عرفت احنا هنتكلم عن اضطراب الهوية الجنسية وازاي بنقدر نتعامل معايا سواء كان في المجتمع او سواء كان من نفسية الفرد نفسه اللي قرر انه يتحول جنسيا في البداية عايز اعرف من حضرتك يعني ايه متحول جنسي طيب بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنتكلم عن اضطراب من الاضطرابات النفسية اضطراب الهوية الجنسية ده بيبقى اول حاجة فيه او يعني عشان الناس تفهم معنا الجملة اضطراب في مشاعر الانسان اضطراب يسيب مشاعره يخليه مش عارف يتأقلم مع الدور الطبيعي ليه مش عارف يتأقلم مع اجزاء جسده مش عارف يتأقلم مع المجتمع المحيب به هويتي بقيت مضطربة بقيت مش عارف اوصل لنفسي مش عارف اوصل لكياني مش عارف عيش دوري الطبيعي ده اضطراب يسيب الشخص ويختلف عن اي مرة تانية لو الناس فهمنا انه شذوز جنسي لا ده حاجة مختلفة مالوش علاقة ده مالوش علاقة بالشذوز الجنسي خاصة اختلاف كبير بينهم ممكن نبقى نشرحه بالتفصيل لكن انا لما اجي اقول انا عندي النهاردة اضطراب هوية جنسية يبقى انا واحد موجود مولود شكلي او اعضايا جنسية سويا ما فيهاش خلل ولكن انا مش بحس بالدور بتاعي انا كبني ادم مش حاسس ان انا مفروض ان المكونات بتاعتي زكريا مش قادر العب الدور ده مش حاسس ان الجسم ده المفروض يكون جسمي حاسس ان انا مفروض الجسم ده ما يكونش بتاعي ان هو تفكيره مخالف لطبيعته او تكوين الجسمية اللي احنا شايفينها عليه هو ده اللي بيتكون معه طول طفولته لحد لما يشعر بقى بان فعليا هو متأكد ان هو الاول بيحس انه في حاجة غريبة يعني بيشعر في بداية الامر ان فيه شيء غريب هو حاسس انا مش مش انا مشانة زي ما بيقول يعني انت بتقول لي اعمل حاجة معينة انا مش قادر انفزها يعني اتصرف كبنت وهو حاسس انه ولد والعكس بتلاقيه في الطفولة يميل لحاجات معينة يعني ايه يميل لحاجات معينة مثلا يحب يتنادى باسم البنت يحب مثلا لو فيه فرصة يلبس ملابس بناته هو ولد هيعمل كده فورا يميل لألعاب البنات واداءهم تصرفاتهم يعني التصرف بتاعه هو اللي بيقوده او ان هو نابع من جواه فعلا وغصب عنه هو مش قادر يتحكم في التصرف ده هو لسه طفلة مش مدرك اي شيء بس برضو ساعتها ما كانش لسه فاهم ايه المشكلة اللي عنده هو فاهم ان هو مش متأكلم بس تمام لسه ما وصلش ايه الحاجة المشكلة اللي بيعاني منها مع تطور الامر من الطفولة لحد مرحلة البلوغ ومع البلوغ بقى طبعا فمرحلة البلوغ يبدأ الموضوع يكبر بالنسبة له الجسم ده مش المفروض يكون جسمي هنا بقى بدأ يدرك فعاليا ابتدأ يفكر وابتدأ يقرر او بمعنى اصح ان هو يدرك ان في مشكلة بالزبط تقريبا عدد سنة كان ممكن يكون بيفكر التفكير ده هو بيبدأ معنا من الطفولة من حوالي 3-4 سنوات طول ما هو الطفل بينمو لأصل ادراكه ان هو فعلا لازم يتغير طبعا مع البلوغ خلاص دخول مرحكة بقى انتهى الامر بالنسبة له وكده خلاص في مشكلة حقيقية بيواجهه تمام وحتى طبعا دايما انت ما شاء الله عليك في المقدمة يعني انوهتي عنها بشكل جميل جدا ان انا مش قادر اتأقلم مع الصحبة مش قادر اتأقلم مع الاصدقاء حاسس ان في مشكلة في ان يقدي نفس الدور يعني همفترض ان هو ذكر فلو هو هيلاقي مثلا في طبيعة المراقع فيه نوع من الهزار معين العنف بين الاولاد في المراقع هزار اليد اللي فيه قوة هو عكس ده تماما هو مش عايز يلعب الادوار دي هو مش حابب ان هو يتأقلم معهم او مش حابب ان هو يبقى صحبهم مشكلته الاصلية في انه شايف ان فيه جسد مش بتاعه معاه مصاحبه في كل مكان يعني هو دايما بيبص النفسه على انه انسان تاني غير اللي موجود بيبتدي بقى ياخد القرار تقريبا من اول ما بيبتدي يملك زمام اموره انه هو انا هو بص يعني اه امتى بحاول ان انا افكر في ده هو بيفرط الكل ده في مرحلة رفض تمام لان فكرة اتخاذ القرار دي هتلاقيها حتى فيه ناس وهم كبار يعني بعد ما عد مرحلة المراقع ودخل في مرحلة جامعية مثلا شباب لأ انا لسه شايف ان المضوع صعب جدا ليه هو بيواجه مش بيواجه نفسه بيواجه رفض نفسه بيواجه رفض اللي حواليه بيواجه رفض الناس كلها لانه زي ما قلنا قبل كده هو حاول انه هو يبقى صاحب البنات والبنات مش متقبلية اهي اصعب جدا ان انا بقولهم انا زيكو انا منكو وهو ولد فهتبقى من لنا زيك مش هيعرف لانهما شايفين الكاراكتر من بره او الشخصية من بره لا انت راجل معاناة كبيرة ونفس الفكرة لو هي بنت بنت وعايزتها شايفة نفسنا المفروض تتواجد مع اولاد لان ده المجتمع الطبيعي ومجتمع البنات بالنسبة لها مش هو ده خالص شيء طبيعي ممكن تتعارك كمان لتحرش او مضايقات بان اي عايزت تعيش الدور مش قادرة تعيش اشكال اكبر في حالة اللقاءات الطبيعية يعني الاصدقاء بيسالموا على بعض وفيه تقبيل فعندنا الحالات لما كانت بتيجي مثلا بيحكون على معاناتهم فتيجي يقول مثلا انا مكنش هتحمل ده انا كنت دايما نشوفوني غريب دايما نقلل الاصدقاء جدا مش عايز اصدقاء ده اللي هو الراجل مش البنت او البنت يعني البنت البنات مع بعض فيبقى مثلا فيه اصدقاء بيقابلوا بعض وفيه تقبيل هي بتبقى مش مقزة من التصرف ما ينفعش يحصل كده بالزبط لانها شايفة نفسها في الوقت ده ما ينفعش يكون انا اللي معاكو بالصورة دي طيب حال فيه دوافع معينة بتدفع الشخص ان هو ممكن يقول انا عايز اتحاول جنسيا يعني ممكن يكون فيه حاجة من جواي بتقول كده حتى لو مفيش مثلا خلال هرموني او مفيش خلال طبي بحاجة كده طبعا عشان اجا اتكلم عن الموضوع هيبقى فيه رؤية معينة لازم نوضحها في الاول هل احنا موافقين على التحاول الجنسي هل احنا رفضين للتحاول الجنسي هل احنا جايين نقيده هل احنا جايين نمنعه هي الفكرة لا هل احنا بنتكلم من الزاوية بتاعة المرض النفسي وهل ده اضطراب اه هو اضطراب اللي هو بالفعل انا حاسس بمشكلة ما عندي انا عايز اوضح وانا بقول عشان ما يتفهمش من الكلام ان ده نوع من الموافقة والابداء الرأي لا اهو مش كده هي فكرة انا باتكلم لاني بشوف مرضى كتير جدا المرضى دول بيعانوا طبعا وبيعانوا فعلا المرضى دول مش هما الشخص اللي انت بتشوف في الشارع بيتباهى لا مش ده خالص المتحول مش هو البنى ادم اللي بتلاقيه في الشارع ماشي يتباهى بان هو جنسه مختلف يعني بنشوف ولاد عاملين استيلات بناته وماشي يتباهى في الشارع ده مش ده اللي بتكلم عنه ما هو دلوقتي فعلا ظهر دلوقتي على السوشيال ميديا او بعض اليوتيوبرز او الناس اللي بتطلع تعمل فيديوهات هو فعلا متباهى او عنده مشكلة ما يعني انه انا هو ذكر كامير الزكورة ومشكله من بره انا ذكر بس هو بيتصرف تصرفات البنات ده ما عندهش اتراب هوي جنسية لا لا عندنا هنا ده واحد استعراضي ده تليقى اقرب لميول تانية ممكن يكون فصامي هستيري يعني احنا عندنا الاتراب الفصامي اللي هو فصامي الزهاني وممكن يكون بيدور على شهرة مثلا من الحاجة اللي بياملها خالف تعرف يعني انا النهاردة بعمل حاجة معينة تقليدية فهتلاقي ان الناس مش مجبلة عليها قوي الناس تجبل على كل ما هو غريب او جديد حتى لو هيقبل بالاهانة في الحالة دي هيبقى له اتراب برضو على فكرة طب هو اتراب بس مش هيوصل ان هو هيكون عايز يتحول جنسيا لا مش اتراب هو جنسية خالص ممكن تلاقيه بقى لو هو بالصورة بتاعت انا عايز اعمل شو وعايز ضجة وعايز اكسب فلوس من ورا الفيديو هنا هيبقى اتراب السايكوباتية اتراب الشخصية السايكوباتية بالضبط واحد النهاردة بيسموه زكي لقيم نصاب شرير بصي كل المجموع دي في بعض هو هو في الحالة دي هو بيبقى عارف ان انا هعمل فيديو هاتشتم كم واحد هيخش يهنوني كتير مئة الف لا انا عايز اوصلهم لاعلى من كده شوية استفزهم بزيادة بالضبط فهعمل حاجة اعلى اكتر من كده عشان وابقى قصد ان انا اظهرها تمام يعني في حد بيعمل فيديو هو عارف كويس جدا ان انا هيتزيع لمجتمع شرق لا يقبله بالضبط فهيقوم عامل حاجة فضيع علشان خاطر يلم اللايكات او الشيرز هيللم عدد مشاهدات يعدل 2 مليون و3 مليون ويكمل هو عايز كده ده سيكوباتي ما ناشدعو به خالص مش هو تابعنا طيب ده ما يش ممكن في لحظة من لحظات يقول انا عايز ابقى فعلا ان هو مثلا زكر عايز يتحول لانسة لان هو شايف ان هو ممكن يكون مثلا المجتمع الانسوي باخد حقه مثلا بزيادة والعكس بالعكس لا التربة اهلوية الجنسية ده او يعني الشخص اللي بيبقى يعاني ده بيعاني فعلا مش هو بيداعي ولا له اهداف يعني هو مريض يعني مشانا لقيت النهاردة من اعتبر ان هو مريض هو مريض فعليا لانه شخص لو ما كانش هيعرف يعمل توافق وتلاؤم مع الكسد اللي هو بيتمناه هيدخل في اضطرابات اكتئبية وهيدخل في حالات قلق وتوتر وببعض الاحيان ممكن يدخل في ادماء مخدرات عشان ينسى خالص ان هو موجود فهو شخص طول الوقت بيعاني بالزبط طيب فيه انواع عندنا نقدر نصنفها تحت المتحولين جنسيا ومش كل المتحول جنسيا بيبقى لي يعني هو مش مجرد فكره بس اكيد فيه انواع معينة واكيد بتعدي على حضرتك في العيادات بتبقى يعني ايه الانواع دي انا عايز اعرف من اللي ممكن نقدر نقول عليه فعلا عنده مضطرب جنسيا ونصنفه ازاي طيب واحنا عاول نقول عن العدد هم مش قليل عشان بس الناس متقولش يعني هي القضايا خلصت لها وانت لو وصلت الى عادات النفسية هتكتشف ان اعدادهم كبيرة جدا في المجتمع بالزبط احنا بنتكلم في البرنامجنا عن التابوهات والامور المسكوطة عندها لدرجة ان فعلا الناس ما عندهاش وعي ان فعلا الحاجة دي موجودة وهيكون ان احنا بنقشها هي عشان فعلا بالفعل موجودة موجودة ونسابها عالية وهنقول اللي هم عايزين وهنعرفهم بالتفصيل ان ده مش بس كده وفي اعداد الحكومة لها في المستشفىات الحكومية لها ايام في الاسبوع مخصوصة لان الاعداد مستشفىات جامعية مستشفىات حكومية بالزبط كل ده وقعدات كبيرة مش صغيرة وبنعمل عندنا في الاعداد جربة بسيرة بي بيبقى فيه اعداد مش قليلة خالص ده بمكن اكبر الاعداد الموجودة فيه طيب احنا بنقول دلوقتي الفكرة بتاعت المضطرب او اطرب الهوية الجنسية بتاعنا ده الشخص ده بيبقى عنده المشكلة بتاعته مختلفة عن باقية الناس يعني انا مش شاز جنسيا لان الشاز جنسيا بيكون واحد هو عارف كويس قوي هو عارف ان انا راجل او عارف ان انا نفت تصالح الشخص مع دوره يعني هو ذكر وعارف ان هو ذكر كويس جدا ولكن لوجوده في موقف ما او في بيئة معينة فهو عايز يمارس العلاقة الجنسية مع شخص زيه من نفس الجنس ده اطراب مختلف تماما واحيانا بيبقى متواجد حتى في بيئة معينة يعني مثلا في السجون موجود معروف اطراب الجنسية المثلية شخص عنده رغبة جنسية وما فيش افراد من الجنس الاخر فعلى طول هيروح يمارس طبعا بيتحاول تفكيره على طول انه مجرد ان هي رغبة المام معينة وعايز يفرغها فما قداموش حال غير انه هو يتمثل جنسية مع الناس المائزة فيه بقى السكنات العسكرية فيه عندنا السجون فيه عندنا المدارس المنغالقة بيبقى فيه عندنا بعض الاماكن اللي فيها تجمعات معاها عدم قدرة على مارسة الدور الطبيعي معاها رغبة الشخص الملحى وافراد الدور الجنسي بشكل عالي ورغبات واضطرابات من التفولة تمام؟ تمام ده مختلف تماما عن الشخص اللي أنا بقول عنده اضطراب هوية جنسية طيب احنا قلنا الحضاء نرجع بقى للسؤالي تاني اللي هو أنواع وإيه أنا أنواعي أكيد لي مش كله هيبقى مثلا زكر عايزة تتحول لأنسة ومش كله هيبقى أنسة عايزة تتحول لزكر أكيد فيه أنواع في النص طيب هو الفكرة الطبيعية اللي حيك قلتها درقتي أن زكر بيش لاقي نفسه في الدور الزكري بتاعه خالص فكرر أنه هو عايز يتحول البنت مش لاقي نفسها في الدور الأنسوي فكرت يعني أنها خلاص دورها الطبيعي أنها زكر فبتشوف إيه الإجراءات أو إيه الإمكانية أنها تعمل ده بالفعل وتحاول تشوف طبعا فيه عقابات كتير في النص أوكي الأنواع المختلفة منها هنلاقي بقى اللي هو فعلا عنده حاجات أو مشكلات عضوية تمام يعني إيه مشكلات عضوية زي النهاردة نوع مثلا الخنسة اللي شخصي الموجود عنده ده اتراب عضوي بقى هنا مشكلة أنه مولود بذكر وأنسة مع بعض فبالتالي هنا الناحية الطبية بتفصل الأمر تماما ده بنسميه يا دكتور ده مش اتراب ده مشكلة عضوية ده مشكلة عضوية هو عنده العضوين الزكري والأنسوي بالزبط طيب ده إحساسه ايه من جواه هو حاسس بنفسه ايه زكر ولا أنسة هنا بيبقى فيه جزءين جزء الطبي بيطلع أولا هو الكورمسومات والجينات والجزء العضوي ما هي الأكتر لأن فيه جزء منهم بيضغى على التاني بالزبط فهنلاقي إما لو كانت جزء الزكري أكتر بيبدأ بقى هنا الجزء التأهيل النفسي يعني هنا انت دورك مش اكتشافه تأهيله إنه هو في الحالة دي بيبان من الطفولة جدا يعني منذ ميلاده بيباني إن فيه العضاء نفسها مش تسليين يعني المعنى كانان هو عنده العضوين أو عنده الأعضاء الأنسوية والزكريا بس فيه جزء غالب على التاني بالزبط كده فبنبتدي نشوف مين الجزء الغالب أكتر وهو تفكيره من يلا والجرحة هنا بتعمل بقى سونار ورانين ويبدأ يعمل له يشوف الجسم فيه إيه لو فيه رحم مثلا موجود فيه كذا يبقى احنا هنبدأ نحوله الأنسة هنا بقى لو يعني طبعا لما بيجبر طفل دوت لو وجدنا مشكلة هنا بيبقى اسمه تأهيل نفسي يبقى أهيله نفسين ليه كان عنده مشكلة عضوية ولما أجرنا جراحات إما إنها نجحت جدا وعايش خلاص ما فيش مشكلة بالنسبة له إما إن فيه مش بعض المشكلات الموجودة فعمل له مشكلة في الناحية النفسية بس ده مش عنده اترابها بيجنسية ما عندهش اتراب هو ده هو عنده مشكلة عضوية مسبب باله مشكلة نفسية وبنصلحها وبنصلحها ويبقى الأمر طبيعي ليه هو مش عايز يتحول هو بس عايز يتواقم مع دوره اللي فيه مشكلة ما كانش عارف يلعبها فيه أنواع تانية غير النوع ده لا إحنا الأزمة عندنا بقى مش في النوع ده خالص يعني مش في أن يكون فيه حاجة عضوية لأن العضوي دايما لو دخل حسم القضية بس ضبط حلو أسهل شوية حلو أسهل أن من التفولة خلاص أنت عندك شيء وبتشوفه وفيه مشكلة فخلاص بتبدأ تعالجها أنا عندي حاجة اتبهى شخص أو طفل مكتمل وأسرته شايفة طفل مكتمل حتى إحنا يا وحدك بتقولي المقدمة قلت جملة جميلة قلت أول مشكلة بتوجه مع أسرته رغم أن الأسرة أكرب الناس لي وهو أول فعلا رفض بيتم بيتم من الأسرة ليه يا رفضاء أنت إزاي هي الفكرة رفضوه لأن هم شايفينه طبيعي أنت ليه مش عايز تلعب دورك أنت ذكره كويس جدا وإحنا شايفينك راجل أنت ليه مش عايز تلعب دور ده هل بيبقى خلل هرموني معين في تفكيره لا لو خلل إحنا لو فيها جزء عضوي فيها كلام تاني خالص ده إحنا اترابي الهوية ده أكتر مشكلته إن ما فيش خلل خالص يعني إحساسه بنفسه فقط هي دي الأزمة الكبيرة إحنا أول ما بييجي عندنا بنعمل إيه بنتأكد أول حاجة من الهرمونات بتاعته والكورموسومات بتاعته سليمة طيب الجزئين دول والأعضاء طبعا الشكل الخارجي تمام يعني بيبقى نعمله الشفرة الوراسية بتاعته عشان نرفعنا الزكار أو أنزة ما عنديش أي مشكلة عضوية عاملة فيه كده عشان لو مشكلة عضوية يبقى لدينا توجه فورا لإيه للجزء العضو الطبي طيب لقينا كل ده سليم الجزء اللي بيخفل عنه الجميع جزئية النفس يعني إيه جزئية النفس؟ النفس اللي أنا مش شايفة مش قادرة أمسكها بإيه دي هي دي وحتى كتير من الناس كانت لسه مش فهم أمراض نفسية لأن ده من أقولك طبعا أنت سليمة هو يا جماعة أنا شايفة سليم المنتخر أنت ما فيه بطنك ما بتوجهكش أو ما عندكش أصدع يعني فأنت كويس يعني ده من أقولك إيه هو ليه رح انتحر يا جماعة ما هو مريض مرض اكتئاب حاد يتعيش أو مش قادر وعن شرط بنشوف الناس دي في مراكز مرموكة يعني الناس فهمة أنه إيه أنه لازم يكون مثلا إما مستوى اجتماعي قليل لازم يكون كذا لا خالص أنا كشخص عندي مشكلة حاسس بحاجات محدش حاسسها غيري أنا مخنق ومتدايق محدش حاسس بدور يعني مش شرط نقص فلوس أو مش شرط نقص مثلا نشغل الأول على فكرة فيه فلايادات يعني معانا أغنية جدا معانا مستوى متوسط معانا مستوى فقير ملوش علاقة تماما لموضو دا المرض النفسي ملوش كبير زي ما بيقول ملوش كبير ومرض لازم صاحبه يعني حاجة من اتنين يأما يلاقي راحة يأما للأسف هيقضي بحياته كلها للجحيم ليه لأنه شايف أن الدنيا ما لهاش لازمة طب أنا دلوقتي عندي مجموعات يمكن ظهرت دلوقتي أو بعض الناس أو الشباب اللي هم عندهم نوع من أنواع برضو حتة الموضة حيث أن أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة زي ما كنا ما بنقول فيعني أنا صحيحة الصبح لا يا جماعة أنا شايف أن أنا لا لا أنا مش عاجل بنحالي أن أنا كذكر لا أنا عايزة أبقى أنسة والعكس أو أنا بنت لا أنا عايزة أصهر برحتي وأخرج برحتي وعيش الحياة كراجل لأن أنا شايف أن ده هيديني نوع من أنواع الحرية الأكتر فأنا لا أنا صبحت الصبح من النوم أنا عايزة أعمل ده هل ده بيندرك تحت إيه؟ لو كان الفئة العمرية اللي بتكلم عنها مراهقة هتبقى اضطرابات مراهقة وتنتهي بانتهاء المرحلة العمرية زي بالزبط ماجي في مرحلة المراهقة وابدأ أغير من ستايل لبسي وستايل شكلي والأسرة مش عجبها أصلا أحيانا أحيانا بعملها شايفين حاجة غريبة بتحصل ويبدأ هو في اللحظة دي خد شكل جانح شوية والمراهق معروف أنه بيعجب بأي غريب وعشان يقول أنا موجود بالزبط لفت انتباه فبكون على طول ببص لأي شيء غريب وروح نحياته ده لو أنا في فئة مراهقة طب لو عمل الكلام ده بعد المراهقة يعني فئة الشباب من خلت الجامعة ما بعد الجامعة لا هنا ممكن بقى ياخد اضطراب صريح بمعنى ايه اضطراب صريح؟ عندي البردرلاين برسوناليتي اللي هي الشخصية اضطراب الشخصية الحدية اللي هو ماشي على الحرف ولا هو كده ولا هو كده أو هو على الحرف مش الحرف اللي هي فكرة الحدية دي جاي من واحد على حدود اضطراب النفسي على حدود الاضطراب العقلي ماشي عنده بعض التصرفات موحلوة جدا ولكن فيه تصرفات تدل على اضطراب نفسي فعلا بعض التصرفاته بتدل على اضطراب عقلي واضح مش معقول ان يكون واحد عائل يعمل كده وهو ده بيسموه عندنا اضطراب الشخصية الحدية أو الحدودية على حدود كل اضطراب على حدود ان هو قرب من الحد من كل الامراض لكن مش في مرض واحد منها لأنه بيرجع تاني يرد للسواء ده اللي هو لو شخصية حدودة يعني بيرجع تاني ده هو لو مثلا أنا خلاص أنا جاءت للتقليعة دي وصحابي عايزين يعملوها وأنا عايزة عامل زيهم بس بعد شوية لما بعض التأهيل أو بعض المجتمع لما يقوله لا ده غلط أو الأسرة تقوله لا ده غلط أو ما يصحش بيرجع تاني العقل وزي ما بيقوله وممكن يكون هو بيحب الشو يعني أنا بيحب المظهرية بده بطبعي تمام وممكن يكون بلعب المظهرية دي في نفس الدور بتاعي مش شرط أعكسه في الدور الآخر يعني لو فيه لمحة هستيرية ممكن أخذ من الجنس الآخر تمام بمعنى إيه أنا النهاردة عايز أعمل شيء ملفت الهستيري بيسموها عندنا شخصية ملفتة تمام لازم أخش المكان ألفة انتباه كل الموجودين فلو هي بنت مثلا ممكن تلبس فستان فوزيح جدا قصير جدا عشان كل الناس تدخل المكان تبص عليها لازم بالزبط أعمل أي شيء غريب أو مجنون ملفت الانتباه وده زي محضرتك بتقول بيرجع تاني لعقله وبيحاول النوع والغلبيتهم بيحاول يلعب في نفس دوره ما يروحش للجنوح للدور الآخر إلا نادرا يعني تلاقي مثلا زي ما كنا بقول الإيموس زي ما أنا أوي كان عبدة الشيطان بالزبط بنعمل جروبات ونعمل حفلات جنس والروك والبلاك ميتل والحاجات دي كل الحاجات دي حاجات مش حاجات مضطربة بس الفكرة كلها أنا ما حاولتش أروح لجنوح أنا برضو كنت بلعب دوري في نفس جنسي بالزبط ما خربتش من هويتي لكن إحنا عندنا حاجة اسمها بدأت تظهر بقى إحنا المتحولون ما حدش فهمنا فبدأنا نجتمع على جروبات على سوشيال ميديا جروبات على الفيسبوك بدأنا نجتمع من باب المطالبة بإن حد يفهمنا علشان هم في الأول هم حاسين ببعض حاسين ببعض ده طبعا أن النتراب واحد فبيحاولوا يخلوا الناس المجتمع اللي حاولين يحس بيهم وهي الفكرة هنا في حاجة هو بيطالب بشيء المفروض إن إحنا نفهم هو إيه طلبه ونشوفه صحة ولا غلط مش نرفضه من باب الرفض إن أنا قلت ده مش شاز جنسيا مش شاز ده حاجة تانية يعني أسمعه في الأول وأشوف أنت بتفكر كده لي أو بتفكر كده إزاي بزبط هوضحها في مثال بسيط لما أقول النهاردة أن مثلا موجود في العيادة شاب متدين جدا مؤدب جدا محترم جدا مالوش أي الترافات أو الحرافات أخلاقية بس مشكلته الوحيدة أنه شايف أنه مش ده دوره اللي مفروض يلعبه بزرح أبو سيروش داي وشايف أنه عنده مشكلة إحنا أصلا بنعمل حاجة عشان مش أي حد يسحى من النوم يقول أنا عايزة أتحول يعني مش النهاردة مثلا الوالد توفى ففي توزيع مراس فالبنت شايفة أنه حقها هيروح قالت لا أنا هبقى أورد أخد حق زي زي أكبر مثلا يعني لا مش هيبقى كده عمره يعني أو مثلا ذي حاجة بقولتي كده ما بتخرجش فكررت المجتمع ده زكوري فيلا بينا خرجوني فالصبح قامت متحول عايزة أخرج وأصهر بقى كده المجتمع الرجل فيه بيتجوز والستات لو عارفت واحدة تبقى خينة لا أنا عايزة أبقى رجل بيصاحب أكتر ما كون ستة بتقون تمام فكل الكلام ده مناش علاقة بيه هنا مفيش حد أصلا نسمى متحول من دول تمام لأن أنا لما هتيجي تعمل ده أنا هطلب منها طلب إحنا بنقعد مع بعض عشان تعمل عملية التحول دي أصلا ويتوافق عليها لازم تقعد أديها على أقل قد إيه تقريبا عشان خاطر أن أنا أوافق لها عندنا أو لا على اللي أنت بتفكري في ده طح أو الغلط هنقعد سنتين في العادة النفسية سنتين سنتين ده قبل ما نبدأ في أي إجراءات بتأهيل نفسي لا اكتشاف اكتشاف إحنا عندنا الاتراب ده أصلي غريب شوي تمام إنت أي مرض بييجي بيبقى عندك أعراضه كده كويس وبعدين تبدأ يتشخصي في التراب الهوية العكس أنا بيجي للشخص عايز يحول أبدأ أبعده وعمل له عملية استبعاد من كل الأمراض الأخرى تمام فخلال السنتين دول أتأكد أنه هو ما عندهش مرض الفصام العقلي آه يعني بدي أفهم تبعونا آه يعني أخده أفصصه واحدة واحدة كده هي دي وحاول أن أنا أكتشف أنت بتفكر أنت مش فصامي أوكي يعني القوة العقلية ممتازة آه أنت مش هستيري تمام يبقى تمام أنت مش شخص استعراضي أنت مش شخص سايكوباتي مش بتعمل ده المصالح شخصية أنت مش قاعد أنت فعلا عندك مشكلة في لعب دورك بزبط طب أنت المشكلة عندك ما كانتش مجرد مشكلة أفكار مغلوطة يعني إيه أفكار مغلوطة يعني أنا فهمت حاجات من المجتمع بشكل خاطئ اتعرضت الأب دايما بيميز اللي إخوات عني فكان طول عمري نفسه بقى زي إخواتي فبالتالي اضطرت أن أقول عايزة متحول عشان أبقى بس كل المشكلة أب وأم تعملوا غلط في حاجات كتير بتقابلك لما أنت تفلترها وتعدل للشخص أفكاره مش هيحتاج يعمل تحويل هيرجع سوي جدا وخلاص وتأقلم مع دوره ويشكرك ويمشي وخاف خلاص ما فيش مشكلة يمكن السنتين دول بيخلونا أن احنا فعلا نقدر نكتشف قدامنا ده عبارة عن إيه هل أنت فعلا بتفكر صح ولا بتفكر غلط ونمتدي بقى نفلتر وإحنا لسه طبعا هنكمل كلامنا لسه في الموضوع ما خلصناش بس تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية مع الدكتور أحمد ترجمة نانسي قنقر ورجع نالكو بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وموضوعنا الحساس النهاردة وهو اضطراب الهوية الجنسية يمكن فيه من البحث معنا في الموضوع اتضح أن نسبة كبيرة من المتحولين جنسيا حاولوا أن هم ينتحروا يمكن ده اللي أكدوا مركز معنومات منع الانتحار أن أكتر من 83% من المتحولين جنسيا فكروا في الانتحار وكمان حوالي 54% من المتحولين بالفعل حاولوا أن هم مش حاولوا أقدموا بالفعل على أن هم ياخدوا خطوة الانتحار مكمل كلامي ما حضرك يا دكتور دلوقتي والانتحار إيه اللي بيخلي المتحول جنسيا بعد ما كان هو فعلا عنده رغبة جديدة جدا في أنه هو يتحول لأنه بالفعل عنده القناع أنه هو في جسد مش بتاعه وبعد ما عمل العملية إيه اللي يخليه يقضم على خطوة زي ده طيب المشكلة الأكبر هنا في حاجتين الأولى هو أو الحاجة الفئة الكبيرة منهم اللي هي قلنا عندها مشكلات نفسية تمام معرفش يتأقلم مع دوره ورح تحول ففجأ أنه لا يتأقلم مع الدور الآخر يعني إيه؟ يعني هو بقى راضي تماما عن الجسد اللي هو فيه وراضي تماما عن التحويل الجنسي لكن المجتمع غير راضي عنه وبالتالي هو قاعد في وسط المجتمع بيرفضه تماما فبقى نفس المشكلة هو أنت عملت تعديل للجسد لكن ما عملتش تعديل للمجتمع كله فبدأ يلاقي نفسه مرفوض وهو مش عارف يتأقلم ويعيش حياته بشكل طبيعي وخصوصا كمان لو في مشكلة أثناء التحول يعني فيه أشياء تحولت وأشياء ما تدربش عليها عشان يارى في أشياء بمعنى إيه اللي حاجات اللي ما تدربش عليها عشان أنه ما إقدر يتعايش يعني إحنا شفنا أمسيرة كتير من المتحولين بيتبانه يباني أنه بتشوفي مثلا سيدة بس هي فيها شيء مش باين أو أنها مش قادرة تتأقلم مع الدور لا هي رجل ولا هي سيدة يعني هي أنت بتشوفيها تحسي أن آه هي الشكل العام قدامي ست بس في حاجة غلط كاراكتر نفسه مش مزبوط الشخصية مش مزبوطة الأداء نفسه بتاعها مازال منتمي للذكورة فبقت شكلها سيدة ولكن برضو أداءها ذكوري فتبدأ هنا كل الشخص اللي يتعامل معها يحس بمشكلات كبيرة أو العكس أن بنت بقت في شكل ذكوري لكن في بعض التصرفات أو بعض الأداء أو بعض الشكل المسوي طب إحنا بدون قطع كلام حضرتك دكتور إحنا معنا دلوقتي مدخلة من أحد المشاهدات ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لازمتي كنت عايزة أسأل الدكتور بس على حاجة ممكن أتعرف عليكي ابتسام فهمي أهلا بيك يا ابتسام من وراء دفهمي خليكي السؤالك للدكتور إيه هو أنا ابني عنده أربع سنين وبنتي أكبر منه عندها ست سنين هو دلوقتي عايز طول الوقتي يلبس اللبسها لبس بناتي مش راضي خلص لبسه عايزي طول شعاره وش معنى هي شعارة طويلة الكلام ده من هو عنده سنتين تلاتة بدأ يزود في الموضوع الناس كلها بتقول لي لأه هو صغير وعشان أختك كبيرة بس أنا حاسة الموضوع بقى زيادة فهل في السنين ده ينفع يتلت على ساكولزة مثلا يشوف حالة التراب هوية ولا ده طبيعي لمجرد السن وتعمل معه إزاي أذا عقله لما يعمل كده ولا أسيب ويعمل كده عايزي حضرتك حابب تسأل ابتسام على حاجة لا لا هي بين أو يجابت على سؤالها وهي بتقول حالا الدكتور هيجاوب عليك يا ابتسام حالا طبعا هي في السؤال هنا واضح ما شاء الله يعني أولا طفلي الطفل الأصغر هو اللي عنده دي أعلى طول هو شايف أخته كبيرة لسه أقولها حالا أولا أخته كبيرة أنسة رقم اتنين الطفل بيقلد مباشرة الطفل اللي أكبر منه أكتر من أنه يقلد الكبار يعني ما يبدأ يكبر ياخد منه الكبار لكن وهو طفل صغير وليه أخ أكبر منه فمباشرة هتلاقيه بيعمل كل تصرفاته لا أولا ما تقلقش لا إحنا هنا هنقول لها حاجة هنا هي محتاجة طريقة التعامل ازاي لكن ما تقلقش ليه أنا عندي النهاردة هي بتقول أنا بخليه يلبس أو يعني بيقول لها سيبيه يلبس من لبس أخته لا طبعا ده غلط يعني ترفض أن هي تتجيب لرغبك أرفض بس مش هرفض بالزعي يعني أنا اللفة انت بيه بتقول أزعق له ولا عمليه أولا إحنا قبل كده كنا إليين كونين التربية السبعة الأولى من العمر ما فيش فيها زي خالص أنا ما أزعق لطفل ليه هو ليه بعض الطلبات إما أنها يكون مقبولة أو مرفوضة ولسه ما يعرفش حاجة في الدنيا لسه تغير مكلف مش عالف فأنا عندي حب واحتواء ورعاية وحنان هبدأ أعمل إيه مع الطفل هنا هبدأ أوجهه صخ أبدأ أفرحه بالحاجة اللي بتاعته هو هو لسه ما تعلمش يفرح إزاي يعني ممكن نقول لها تخليه لعب دوره انت ولد انت ممكن تلعب كذا لبس الولد جميل وبص قد إيه شكله حلو وخلي فيه سناء أكتر يعني برضو فيه نقطة احنا بنغلط فيها جامد جدا في طريقة التربية ان الطفل الأول واخد اهتمام جامد قوي تمام على عكس تماما البقين يعني تلاقي مثلا إيه لما يجيلي طفل الأولاني احنا فرحانين بيه طب أخذ صغير اللي جيه لأ محدش شايفه ده لأ تستنى ده كبير أو سعب بنعمل العكس ان احنا ناخد الصغير بس وانسيبك كبير فنعمل له عقدة برضو طيب في حالة تانية ان احنا ممكن نقوله لها ان احنا ممكن مثلا لو ودينا الحضانة ونحاول مثلا ان هو يلعب مع سبيان زيه أو ولاد زيه أما يكبر هيلعب الدور ده فورا لأن ده الدور الطبيعي حتى في وسط الأولاد الموجودين حاليا أبدأ أركض عشان ما يتنماش عنده غلط هوية غير هويته ان انا أجيب له ألعاب نوعها ايه ألعاب زكري طيب النهارده أخليه في وسط مجتمع شكله ايه زكري اندهله بأسماء شكله اللي ان احنا عندنا برضو غلطة كبيرة قوي ما منيجي ندلع أولادنا فيا بسبوسة يا سكة لا بسبوسة ايه ده مش ده راجل يعني الولد لازم ادلعه بولد بحاجات فيها نوع برضو من الزكورة يتربى على كده الشكل الطبيعي انا طالع راجل من طفولتي بتدلع بشكل راجل وده من الكلمات الدعم عشان كده انا اممكن هقول لها حاجة واحدة ما تيلاقيش ان ده يكون اضطراب هوايا جنسية ان شاء الله لأ لكن توجهي قال للهيد النفسية من هدف طريقة تربية الطفل توجيهه التوجيه السليم دي الحاجات اللي اممكن تفيد جدا وتفرق معايا بدل ما بقى بربي غلط تمام مش هايدين دايما الناس على حاجتين يعني ما خليهاش ان هي برضو ممكن تروح للدكتور النفسي او ممكن اروح للحماية لمجرد ان انا اطمن ان انا اطمن علي لكن ان شاء الله ما يكونش في شيء طيب احنا معنا دلوقتي مدخلة تليفونية من الشيخ محمد علي استاذ علوم وتفسير القرآن اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ومرحبا اهلا بك منورنا النور ونوركم اهلا بك اهلا بحضرتك حضرتك موضوع الحلقة النهاردة عن اضطراب الهوية الجنسية والتحول الجنسي عايز اعرف من حضرتك حكم الدين اللي بيفكر ان هو يتحول جنسيا هل الموضوع حلال والحرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد لا يمكن لأحد كائنا من كان ان يغير خلق الله تعالى من ذكر الى انثى او العكس تمام فمن خلقه الله تعالى ذكرا فلن يصير انثى تحيض وتلد تمام نعم قد يعبث بعض الاطباء لارضاء شذوذ هذا المريض لكن في الحقيقة لن يكون انثى وسيعيش ايضا في غموم وهموم وقد يقوده ذلك الى الانتحار طب فضلت الشيخ احنا بنتكلم حضرتك في موضوع حلقتنا عن اللي بالفعل عنده اضطراب هو مش قادر يعيش على انه هو ذكر او على انه هو انثى بالفعل فيه اضطراب سلوكي بيحصل في دماغ الشاب او الشابة دي وبيقول انا بفعلا مش قادر يعيش وده حقيقي هل ده فعلا بيندرك تحت كده تحت المصامر حدك قلته لا طبعا لان ما يشعر به المرء في داخله انه جنس اخر والاضطراب ليس عذرا لتغيب جنسي ولا يجيز له ذلك الشعور اجراء عملية جراحية وإلا كان مرتكب لكبيرة من الكبائل انا عايز اقول لحضرتك حاجة كده على السريع على زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى بعض النساء لو كان رجالا يقاتلون في سبيل الله مجرد تمني التمني علشان النصر والشهادة بالضبط ربنا تبارك وتعالى امزل في ذلك قرآنا وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا فمجرد التمني ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فما بالك بالفعل نفسه طب في حالة الخنثة فضلتك الحكم الدين في الحالة ده ايه الخنثة زي ما حدتك عارف انه هو بيبقى عنده جزء من الاعضاء الذكرية وجزء من الاعضاء الانسوية طيب يعني انا بتصرف ازاي في حالة زي كده لا هذا يعني ترجع الى الاطباء يشوفوا هو مولود بانه حالة فيهم هو مولود لانه حالة فيهم هيظهر عليه اي حالة فيهم لان هنا بيخش مداخل الشيطان ربنا تبارك وتعالى يقول وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ فانا عايز اقول لحضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي رواي ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تخيالي حضرتك ان ربنا لعن مجرد التشبه فما بالك بالتحول طيب احنا كده دلوقتي بأكد على حضرتك هل المتحول جنسيا بدون ضرورة طبية او بدون ضرورة عضوية تستدعي ذلك هل فعلا ده حرام؟ قولا واحدا حرام ومرتكب لكبير من الكبار يعني ما فيش اي حالة من تحت اندراج الحالات دي سواء هو كان مثلا تفكيره او عنده اضطراب او خلل هرموني مية طبيا ما يقدرش ان هو يتحول جنسيا ويكون الموضوع حلال بالنسبة له؟ يترك امره الى الله سبحانه وتعالى وعليه بالطاعة والايمان وانا زي ما نقولت لحضرتك الموضوع ده يرجع ايضا للاطباء اذا كان هو مولود وحالته الذكورية تغلب على حالته الجنسية ينتظر بقى حتى يشوف يظهر عليه هذه الحالة ودلاء والاطباء هم اللي يقرروا لكن هو من نفسه كده يقرر يروح يعمل عملية هذا يكون مرتكبا لكبير من الكبار بالضبط يعني كده ببقى انه هو يعني وصل لمرحلة انه هو بيعمل متحول جنسي بدون ضرورة طبية فهذا حرام قولا واحدا انا بشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ ومتشكرة لحضرتك جدا على المداخلة الطيبة دي برجع لحضرتك حضرتك عندك تعقيب على الكلام ده طبعا هو اصلا عندنا المشكلة في الموضوع ده كبيرة من الصغيرة اولا طبعا انا بقى ايدي الشيخ جدا وبحترمه وبحترم رأيه طبعا وفي نفس الوقت يعني مش ضد الفكرة اللي بيقولها بالعكس تماما بس هو نهى بجملة جميلة قوي فهي دي اللي يعني ختمت الفاتوى بشكل هلو طبعا ماينفعش اي حد ياخد اجراء من نفسه ويروح يعمل عملية تحول لرغبته طبعا ده شيء مرفوض تماما واحنا نفسنا لسه بنقول ان النسب الانتحار العالية دي نتجة عن الاجراء اللي هم بياخدوه حرام شرعا ومرفوض طبيا وما فيش شيء يساوي يقول كده لانه قد يكون يعني محتاج بس مجرد تعديل يعني نصد نحن يكون فيه شوية نوع من انواع المرونة احنا بقول التراب التراب مرض المرض يستلزم اللجوء لدكتور عشان يقول لي انواعه لعليك وصيب حضرتك قلت احنا بنفضل سنتين يعني اذا كان الدكتور مش هيقدر يكرر لك من اول زيارة ولا من تاني زيارة ولا من عاشر زيارة عايز انت تكرر من غير دكتور اصلا ده كلام مش منطقي ادي واحد رقم اتنين عندنا اختلاطات كتيرة جدا تشبه التراب الهوية الجنسية تمام فبالتالي لازم اصنفها لك فيه اشياء كتير يعدل منها يعني الشخص بياخد تعديل وبالتالي الموضوع انتهى ويرجع تاني لدوره ويلعب دوره بشكل كويس جدا يعني انو عند اتراب اخر مثلا سواء كان هو زي ما قلنا في الاول اذا كان مقى الموضة او اذا كان اننا دلوقتي بفكر بقى يعني عشان خاطر مثلا المراس او الحاجات زي ما احنا ذكرنا ابي كده احنا عندنا اشياء كثيرة جدا احنا عندنا دلوقتي يعني الناس ممكن ما تعرفش ده او مش معلومة واصلالهم الشذوذ الجنسي كده كويس الشذوذ الجنسي اتشال من الامراض اصبح مش معترف بيه مرض ده سياسيا طبعا ديكوسة كده لان في امريكا احتاجوا الاصوات بتاعة الشواز جنسيا طبعا فكرروا ان هم يلغوا ده فتلاغى خلاص من التشخيص الاخير ان الشذوذ الجنسي ده رغبة وبالتالي ليس مرض طبعا ده عندهم هم يعني لازال فكرين احنا مختلف ان ده تروا مرض لست فكر مختلف عندنا احنا شايفينه مرض بس الفكرة كلها انه تشال خلاص من التشخيص لكن انا باتكلم في الهوية الجنسية لا طيب هوا بدون قطع الكلام حضرتك برضو مرة تانية احنا ببقى اننا خدنا رأي الدين الاسلامي فاحنا كمان معانا رأي الدين المسيحي معانا مداخلة من القص بطرس رشدي رأي كنيسة ودير القديس سمعان الدباغ بالمقطم اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك صباح الخير ومنور حضرتك صباح النور وكل سنة وحضرتك طيبين وحضرتك طيب وقال في صحة وسعادة احنا خدنا رأي الدين الاسلامي في التحول الجنسي وكان لي رأي قاطع بانه هو حرام لو لغير ضرورة طبية عايز اعرف من حضرتك رأي الدين المسيحي في المتحول جنسيا هل حضرتك بتسمح بحاجة زي كده او الدين المسيحي بيسمح بحاجة زي كده ولا لا لا الدين المسيحي لا يسمح بحاجة زي كده خالص خالص الا زي ما حضرتك لو فيه ضرورة طبية زي مثلا فيه حد تولد اساسا ونسبته اكتر الى الانوسة او نسبته اكتر الى الذكورة فده ممكن متاح ان هو يعمل عملية عشان يتحدد النوع اللي هو تنفيه اما انا هقول لحضرتك ايه عشان تعرفي في الكتاب المقدس عندنا رأي مش قاطع رأي شديد جدا 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 فوق القاطع كمان يا في سفر التسنية في الكتاب المقدس في الصحاح 22 عدد 5 يقول لا يكن متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امرأة لان كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب اله ات متخيلة يعني معنى الاية دي انه لو واحدة ستة تلبس لبس راجل او واحد راجل هيلبس لبس واحدة ستة ده مكرهة لدى الرب مبالك لما يعمل عملية تحويل خلقة ربنا اللي ربنا خلق عليه ويلعب في حاجة ربنا طمعها بنفسه وعملها بنفسه طيب او ربنا عايز يخليه واحدة ستة يخلقه واحدة ستة او العكس يعني طب احنا دلوقتي مضوع حلقتنا عن الاضطراب الفكري هو ما عندوش يعني مش حاسس ان الجسم بتاعه ده هو الجسم المفروض انه هو يكون عايش بيه عنده اضطراب في تفكيره انا 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 مش بنت لا انا مش ولد هل فعلا ده ممكن يبقى فيه نوع من انواع الحل او ان انا احلله حاجة زي كده لا لا طبعا لانه ده مرض نفسي ده محتاج ان هو يتعالج ممكن يكون المرض النفسي ده نتيجة التربية نفسها او نتيجة المعاملة نفسها مع اصحابه مع زميله في البيت فده ممكن يكون ولد عنده كده ده محتاج انه يتعالج نفسيا لانه هو بالتأكيد ده مرض نفسي او مضطرب نفسيا لكن هو ما فيش حاجة اسميها الكنيسة تدي حل ان واحد يبقى ربنا خلقه راجل يبقى واحدة ست او العكس يبقى قولا واحدا الدين المسيحي بيرفض التحول من ذكر الى انسة والعكس ولا يقر بذلك بدون ضرورة طبية انا بشكر حضرتك جدا القصة بطرس رشدي راعي كنيسة ودير القديس سمعان الدباغ بالمقطم مرسيل حضرتك جدا عايزة بقى برضو كمان ارجع لحضرتك دولتك دكتور احمد عايزة يعني الدين الاسلامي والدين المسيحي رد رد قاطع وقول واحد بانه حرام عايزة بقى برضو كمان للرأي اللي احنا بنتكلم فيه وبنقول امتى يبقى حالف لا مش او امتى ان انا احاول افطر ان اولا نسبة المرض ده مش قليلة اولا نسبته في الزكور واحد من كل تلاتين الف نسبته في الاناس واحد من كل مئة الف فلو انت حسبتها بسرعة كده واحنا مئة مليون وانا بقولك كل مئة الف فيهم حالة فهتقدر تعرف ان النسبة كبيرة جدا وكبيرة كبيرة تدري الاهتمام يعني رقم اتنين دي النسبة اللي تم دراستها وبحثها في نسب كبيرة لان فيه اشخاص ما بيتوجهوش للبحث العلمي ولا للدراسات العلمية اللي اكتشافه وخصوصا ان دائما داخل الاعادات النفسية عندنا بيبقى الامر توب سيكرت تماما يعني ما بنقدرش نعلن عنه خالص للنسب ولا للدراسات فاحنا بنلجأ للاماكن المعروفة اللي هي المستشفىات الحكومية عشان تاخد النسب المتوافطة اليها فدي نسب ولا يلاقيوا عن الواقع عن الواقع يعني معنى كلام حضرتك ان انا بالفعل انا مش هادف النراسي في الرمل بالضبط وهقول ان انا ما عنديش اضطرابات في الهوية الجنسية والموضوع بيبقى فيه كتير مش يا جماعة دي حالة ندرة وبتاع ومش عايزين اكبر الموضوع هي الفكرة دي ناس موجودة بتروح لعادات النفسية كتير واللي بيخش عادة نفسية هيعرف الرقم الكبير الرقم الحقيقي انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد فوزي صبرة الاستشاري النفسي حضرتك نورتيني النهاردة بمعنومات قيمة جدا وكانت حلقة مستمرة جدا واتمنى الحلقة تكون معنا في حلقات تانية كتير فعايز اقول في نهاية الحلقة ان المتحول جنسيا لازم يكون لي قوانين لازم يكون لي ضوابط مش المتحول جنسيا هو اللي هيقول انا عايزة بقى كذا مش عايزة اقول ان انا هبقى راجل او انا هبقى ست مش هينفع ان انا امشي وراء تقالية هي مش موضة ماينفعش ابدا انها تكون موضة زي ما قلنا بنفضل وراء سنة واثنين وثلاثة لغاية ما نبتجي نحدد انت عبارة عن ايه ماينفعش اصحى من نوم الصبح واقول انا مش عايز اكون الشخص اللي انا عليه اللجوء للطبيب النفسي مش عيب ومش حرام ومش غلط شكرا لكم كنت معاكم النهاردة ايماني عزيزة واستنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله من سكة السلم